هل عنده اي سؤالتان؟ السيد إبراهيم النحاس بيقول لي قناة الزمالك بتاخد اللقاطات الحصرية في الاستوديو التحليلي قناة الاهلي ليه ما بتاخدش اللقاط دي؟ يا سيد الفاضل قناة الزمالك من اول ما تعملت وهي وباء على نادي الزمالك هذه اللقاطات يدفع لها ملايين الجليهات لا تقارن ما بين إدارة قناة الاهلي وإدارة قناة الزمالك أولا الزمالك ما عندهوش قناة الاهلي عنده قناة الاهلي عنده شركة الاهلي للإنتاج الفني تمتلق قناة الاهلي وتمتلق موقع الاهلي الرسمي وتمتلق 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 كل ما يخص الإعلام في النادي الأهلي تمتلكوا هذه الشركة الزمالك هذه إشارة متأجرها زي الساعتين اللي كانوا خدهم على أي محطة بس بدلا ما كانوا أجر ساعتين أجر 24 ساعة الإشارة ملك صحابها المتحدة التابعة لإعلام المصريين الأستوديوهات ملك المتحدة الممنوكة لإعلام المصريين الكنترول والأجهزة ملك المتحدة المملوكة لإعلام المصريين الزمالك يدفع 40 مليون جنيه في السنة مقابل هذه القناة وتشغيل هذه القناة إيجار مفروش هذا إيجار مفروش غالي السمن بدلا ما كان متأجر ساعتين متأجر 24 ساعة بس تخدهم في مكان فخم ومكان أبها ومرتبات باهظة ومن دم الزمالكوية يعني تخيل أنت اللي 40 مليون اللي بيستقطعوا من محتهقات الزمالك لدى بريزنتيشن لو موجودين ودي 50 مليون إن شاء الله عيجوا من التبرعات يعني 90 مليون حلوا كم مشكلة أيهما أفضل ليك تحل مشاكلك ولا قناة قاعدين يرغوا فيها من يرغوا لا ليها فايدة ولا عمل أي حاجة غير بتدعو للتعصب والعنف والقراهية بين الناس فحضرتك لا تقارن لا تقارن الأهل يدفع عليه لما تتفرج على قون حضرتك كأهلاوي وبعد كده رجع على القناة شوف التحليل وشوف اللي انت عايزه وتمتع باللي انت عايزه لأن نديك بياخد مبلغ وقدره مقابل بحقوقه عشان يوفرها عشان يعمل فيها بطل ويقول بازيح على قناة الأهمي يخسر ملايين ضم تتفرج في أي حد يما يكون برشلونة وريان مدريد بيعمل كده باير ميونيخ وعظماء العالم وأوروبا بيعملوا كده ما فيش حد بياخد حوقه يزيحل نفسه ده اسمه هبل ولكن الحوق دي معمولة عكا تجيب فلوس إن في الزمالك طرحت أرعى وقبت الفقر أتمنى أن تكون وصلتك